موسيقى ميليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية ورصد 1924 خرقا الأمم المتحدة تعلن حاجتها إلى أكثر من 140 مليون دولار لحل أزمة ناقلة صافر أكثر من 1200 مشرد بعد جرف أمطار ورياح مخيمين للنازحين في أبو جنب والرويك بمأرف مرحبا بكم تواصل ميليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية التي أعلن أعلنت في الثاني من إبريل مع أول أيام شهر رمضان المبارك وذكر مصدر عسكري أنه تم رصد 1924 خرقا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الهدنة الأممية خلال 21 يوما من إعلانها في مختلف الجبهات وأضاف أن الخروقات الحوثية تتنوعت بين عملية استهداف بالعيارات والمدفعية والدفع بتعزيزات وعمليات هجومية وتسللات وتحليق بالطيران المسير والاستطلاعية واستهداف خنادق وتحصينات جديدة حتى اقتصاديون المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية على سرعة إصلاح أمبوب الغاز الذي تعرض في شبوى لاعتداء إرهابية بعد ساعات من طلب الحكومة اليمنية تصدير الغاز لسد فجوة الرواتب وحالة العجز الاقتصادي أخرج هذا الاستهداف أكبر مشروع انتاجي في تاريخ الجمهورية اليمنية عن الخدمة بعد تفجير إرهابي استادف خط نقل الغاز الطبيعي الذي كان في طريقه للمعالجة وإسانته بغية تصديره من ميناء بلحاف النفطية ضربة الإرهابية تعد في ذات الوقت ضربة سياسية تحت الحزام حيث تم استهداف وحدة معالجة الغاز الذي تربط الحقل الثامن عشر في محافظة مأرب بميناء بلحاف في شبوى ويبلغ طول الأنبو لمستهدف ثلاثمائة وعشرين كيلو مترا ما يعني تعطل أهم وعاء مالي للدولة الذي كان سيرفد عمل الحكومة والمجلس الرئاسي بخطوة مغايرة وواقعية على الأرض التفجير الإرهابي الغادر جاء بعد ساعات من إعلان الحكومة اليمنية في عدن الحديث عن مساعي لإعادة تشغيل منشأة بلحاف المتوقفة منذ بداية الحرب في اليمن والبحث عن أوعية إيرادية لسد فجوات الخزينة العامة للدولة واستعادة تفعيل مؤسساتها التي لطالما تجمدت بفعل الركود السياسي والاقتصادي ملف الإرهاب تم تفعيله من جديد لاستهداف الدولة بعد خطوات إصلاح بيت الشرعية من الداخل بتشكيل مجلس قيادة رئاسي وعودة للسياسيين من الخارج إلى عدن واجتماع مجلس النواب وإقرار الحكومة لميزانيتها بعد انقطاع دام لثلاث سنوات لم ترق التحركات الأخيرة في عدن الكثير من من يرون في عودة الدولة فقدان لمصالحهم وخصوصا وقد استثمروا في خانة ضياع الدولة والسمرار حالة الترهل وهو الأمر الذي يقول بأن أنبوبا بالحاف ليس إلا مقدمة لسلسلة استهدافات ستطال الدولة لهدف عرقلة عملها الاقتصاديون يرون بأن الحكومة ملزمة بإعادة إصلاح أنابي بنقل الغاز في القريب العاجل والاتكاء بشكل أساسي وعاجل على موارد الدولة لإنهاء أزمة صرف الرواتب وحالة التعاصل الاقتصادية خصوصا وأن دول الخليج في طريقها لإيداع مليار دولار فضلا عن ضرورة رسم الدولة صورة نمطية للشركات الخارجية العاملة في قطاع النفط أنها قادرة على حمايتها لتفعيل هذا القطاع الإرادية هذا ويرى السياسيون بأن من الواجب على الدولة تفعيل دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي باتت خارج إطار العمل وخصوصا ما يهتم بمساندة الجانب السياسي ولن يكون ذلك إلا بعودة منتسبي هذه الأجهزة ورجالها للعمل قبل البدء في أي عملية سياسية وهو الأمر الذي سيخفف من الاعتداءات المتوقعة في الأيام المقبلة وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي حسين الخشعي مساء الخير أهلا وسهلا أخي الكريم مساء النور هناك توقعات بتفعيل العناصر التخريبية وفاقذية المصالح لنشاطهم الإرهابية تجاه التولة بعد الإصلاحات الأخيرة في قوام بيت الشرعية كيف ترون هذا التهديد؟ شكرا لك أخير الكريم ومشاهد الكريم وكل عام وإنتم بألت خير وخواتم مباركة في الحقيقة تمت عملية التفجير في أنبوب نقل الغاز في الساعة 11 من يوم لأحد مدينية رضوم إحدى مدينيات محافظة شبوة وبالتحديد في تيلو متر 56 شرق من بقتل الشاخ وهذا العمل التخريبي التي قامت به الأيام التخريبية تعمل ضد مصالح الشعب اليمني وتحاول بقدر للصداع تحييد الاقتصاد الوطني وضربها من خلال هذه الاستهداف حيث النتائج هذه التفجيرات على المستوى الاقتصادي يتكلف الحكومة اليمنية والاقتصاد الوطني ملايين دولارات وبالتالي تكون عبع على المواطن في الحقيقة إلى حال التاريخ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك العمل الذي يستهدف الأضرار بالوطن والشعب على حد سواء وبالتالي لا نستطيع أن نشير أصابع الاتهام لأي جهة قبل رفع التقرير الأمني طيب دكتور من جاء أخرى نعم من جاء أخرى هناك مطالبات بتفعيل التولى لأجهزة الاستخباراتية من خلال اطلاعك كيف ترى تواجد هذه الأجهزة في محافظة شبوة وما واجب هذه الأجهزة في عمليات تأمين خطوط نقل الغاز ومنشأة بالحاف بشكل عام نعم 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 معك من جاء أخرى أدانة السلطة المحلية نوصلها بالأخت المحافظ عوض محمد الوزير هذا التفكير الذي يستهدف نقل الغاز من مارد إلى شبوة كما قام تكليف وحدتين من البحث الجنائي ووحدة نزع للغام من الذهاب إلى مكان التفكير ورفع تقرير شامل يتضمن نوعية التفكير وكل البيانات الأمنية والمعلوماتية والتقنية التي تساعد على الوصول إلى خلوط إلى منقام تلك الجرائم كما شدت الأخت المحافظ ووجه أجهزة الأمن لإستخبارات وحدتها وحدة الأمن القومي والسياسي بسرعة ملاحقة تلك العناصر التي قامت في هذا العمل لجرام الذي يمش كل مواطن والقبض عليه في الحقيقة الثروات المعدنية نقطة وغاد هي دخل قومي هي ليست ملك محافظة شبوة هي ملك الوضن وبالتالي عندما يقوم عمل تخريبي في أحد هذه المصادر هو يمش بالشعب اليمني جميعا من محافظة من محافظة صعدة شمال إلى محافظة المعارك وبالتالي هذا يشيء إلينا جميعا بالنسبة للسلطة المحلية قامت بتكليف الوحدات الأمنية والاستخبارية بدت قصي ومحاولة القفضة على الجناة وتكديمهم للعدالة لينالوا جزاهم كما أكدت السلطة المحلية أيضا إلى رفع الجاهزية واليقضى الأمنية في جميع مديريات المحافظة اليمن لا يحتمل يا أخي العزيز المزيد من الفوضى ففينا ما يكفينا على مدى ثمان سنوات ويجب على الجميع أن يكون على قدر المسؤولية وكل أن يتحمل المسؤولية تتجاه حماية مصالح الشعب أنه ليس ملك محافظة شبوة أو ماربة أو محافظة كثب عينها هذه مصالح قومية تغص الوضن بكافة تشكيلاته وبكافة محافظاته وبالتالي عندما يكون هناك ضرر في أحد هذا المصادر هو يضر بجميع أبناء الوضن نعم نعم دكتور حسين دكتور حسين الخشعي الأكاديمي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك لا جديد فيما يتعلق بصيانة خزان صافر النفطي خصوصا في ظل التخاذل الأممي وعدم الجدية في التعامل الحازم مع هذا الملف الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر رغم المتغيرات السياسية التي شهدتها الساحة اليمنية تظل ناقلة النفط صافر عاثرة على سواحل البحر الأحمر ولا جديد في تحرك هذا الملف الراكد من قبل الأمم المتحدة التي وجهت الاتهامات صوبها بالتواضع مع الحوثيين لتحقيق مكاسب مالية فالميليشيا ومنذ العام 2015 تستخدم الملف ورقة للمساومة والتفاوض حسب مصالحها الحكومة اليمنية وفي بيان نشرته مؤخرا نفت وجود تحركات جادة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء هذا التهديد على الملاحات الدولية مشيرة أن الخطوات التي طالبت بها الأمم المتحدة في خطتها الأخيرة للمعالجة طويلة جدا وأن المدة الزمنية والمبالغ المحددة لتنفيذها كبيرة جدا في ظل عدم وجود نوايا حقيقية لحالة هذا الملف الخضير على البيئة البحرية الجدير بالذكر أن الحوثيين تركوا خزان صافر بهذا الحال من أجل اتخاذها قنبلة موقوتة وتفجيرها في حال معاودة القوات الحكومية عملياتها لاستكمال تحرير محافظة الحديدة ومحاولة ضغط بائسة للحصول على مبالغ مالية وتحقيق مكاسب سياسية من ملف صافر الذي يهدد ملاحة البحر الأحمر ودول الجوار وكانت الأمم المتحدة أعلنت مضع الأسبوع الجاري عن مؤتمر مانحين في مايو القادم بالاشتراك مع هولندا لجمع تبرعات من أجل مواجهة تهدين خزان صافر النفطي فيما قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد بيسلي أن الأمم المتحدة تعمل على المساعدة من أجل منع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة قبالة سواحل الحديدة وكشفت أنها تحتاج نحو 144 مليون دولار لحل أزمة خزان النفط صافر منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر وتتضمن الخطة تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للناقلة خلال فترة مستهدفة مدتها 18 شهرا ثم سيتم تنفيذ عملية ضارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ عالمية بهدف القضاء على التهديد المباشر ونقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة فقد أصبحت شحنتها المقدرة بمليون ومائتي ألف برميل من النفط تمثل تهديدا خضيرا للمنطقة ككل جرفت أمطار ورياح شديدة مساء أمس مخيمين للنازحين في أبو جنب والرويك الشرقي في صحراء مأرب وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب إن السيول أدت إلى تشريد أكثر من ألف ومائتي نازح دون غذاء أو مأوى وناشدت الحكومة والمنظمات الدولية بسرعة تدخل الإنقاذ النازحين الذين باتوا في العراء النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل جويتريش يدعو خلال زيارة لموسكو إلى وقت إطلاق النار بأقرب وقت موسيقى موسيقى دعا الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جويتريش خلال زيارة لموسكو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وقال جويتريش قبيل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي رافروف إن ما يهمنا هو إيجاد السبو لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب وقت وأضف أنه رغم تحقيقات الوضع في أوكرانيا مع تفسيرات مختلفة لما يحصل فيها من الممكن إقامة حوار جدي بشأن العمل لتخفيف معاناة السكان وينتقل الأمين العام الأمم المتحدة من موسكو إلى كييف حيث انتقد كثيرا لاختياره زيارة موسكو قبل أوكرانيا مع تأكيد الرئيس فلودومير زينيسكي أنه لا يرى أي عدل أو أي منطق في ترتيب الزيارات إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تعمل على إبعاد خطر نشوب النزاع عالمي رغم المخاطر العالية في الوقت الراهن وأردف قائلا لا أريد أن أضخم هذه المخاطر بشكل مصطنع كثيرون قد يريدون ذلك الخطر جاد وحقيقي وعلينا أن لا نهون من شأنه وحذر لافروف من خطر فعلي لنشوب حرب عالمية ثالثة في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين تدمير ست محطات كهربائية كانت تغذي السكك الحديدية الأوكرانية بالتيار العالي لنقل الأسلحة الغربية بالقطارات وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ الروسية بعيدة المدى دمرت وبضربات عالية الدقة محطات كهربائية كانت تغذي السكك الحديدية في مناطق متفرقة والتي يتم عن طريقها توفير الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية لمجموعة القوات الأوكرانية في دومباس وأضاف أن صواريخ جوية أصابت 27 منشأة عسكرية في أوكرانيا و 16 موقعا لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية وفي الشأن الإنساني قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المفوضية تتوقع فرار نحو 8 ملايين و 300 ألف شخص من أوكرانيا هذا العام في تعديل لتوقعاتها السابقة وأضافت المتحدثة شاب يامانتو أن أكثر من 12 مليون و 700 ألف شخص فروا من ديارهم في الشهرين الماضيين بينهم 7 ملايين و 700 ألف نازح داخليا وأكثر من 5 ملايين لاجئ وكانت المفوضية تخططت في السابق لحوالي 4 ملايين لاجئ في أعقاب العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أدت مخاوف من فرض تدابير إغلاق صارمة في بكين إلى تهافت المواطنين على شراء السلع فيما تشكلت طوابير انتظار بوسط المدينة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا أمرت بها السلطات الصينية وتسعى الصين لاحتواء موجة إصابات في شانجهاي أكبر مدنها والتي تخضع لإجراء العزعزل شامل تقريبا منذ أسابيع وتبذل المدينة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة جهود حثيثة لتوفير المواد الغذائية للأشخاص المعزولين في منازلهم فيما تحدث مرضى عن صعوبة في الوصول إلى رعاية صحية غير مرتبطة بكورونا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل تواصلا لإعطائه الخيري مؤسسة الصالح توزع مساعدات رمضانية على النازحين في عدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتواصل الأعمال الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية حرصا منها على تنفيذ أهدافها تجاه دعم مساندة الأسر النازحة والفقيرة في عدن لتكون هذه المرة حاضرة في مديريات الشيخ عثمان والمنصورة والبريقة قلنا اليوم ندشن حالة التوزيع لمساعدات النقدية للنازحين في مديرية الشيخ عثمان والمنصورة والبالغ عددهم 250 حالة مستهدفة وإن شاء الله تكون هذه بداية وانتداد لحالات قديدة وأزمات قديدة نعرفها عن الناس ونقدر نحسرها ونمد لهم يد المساعدة عبر مؤسسة الصالح الخيرية تكاتف إنساني نبيل وخطوة إيجابية نحو الخير والعطاء وهو ما تسعى إلى تحقيقه مؤسسة الصالح في استهدافها للكثير من الأسر النازحة هنا والفقيرة ومد يد العون لهم من خلال مشروع المساعدات الرمضانية تم استهداف بعض من الناس اللي هم تحت خط الفقر أيضا من النازحين أقلبتهم من النازحين لهذا نتمنى من الأخوة في المؤسسة زيادة العدد لحيث نسبة الفقر كبير جدا أولا ثانيا نتمنى الاستمرارية بشكل واصل معنا مؤسسة الصالح من حيث ما توقفت بدعت واللفتة الكريمة هذه هي سبقتها لفتاة وإن شاء الله أن تستمر بهذا العمل الخيري الإنساني اللي تعودنا عليه منها والمؤتمر الشعبي العام الشريك فاعل في هذه المسألة وهم توأمان لا ينفسلان ونتمنى التوفيق القيمية وتمنى أن تستمر هذه اللفتة الكريمة في رمضان وغير رمضان احتياجات الناس واضحة ومعاناة الناس بينة فلهذا نتمنى أن تستمر هذا الدعم ويستمر هذه اللفتات الكريمة بوجود هذه الوقوفة الطيبة المستفيدون هنا وجدوا أنفسهم مع مؤسسة خيرية أصرت على الوقوف معهم في ظل الظروف الصعبة وفي ظل تخلي الكثير من المنظمات المحلية والدولية عن واجباتها الإنسانية تجاههم ونشكر مؤسسة الصالح على العمل الإنساني هذا وقزاهم الله في خير طبعا هذا المبلغ بيغطيه لنا إن شاء الله يعني بقدر والله ما لك الحمد والله نسعانة الظروف الصعبة والحياة الغاصية والأسعار المرتفعة ولكن نشكر مؤسسة الصالح على عبدتها ومساعدة الناس وقفها بجانبهم وقزاهم الله في خير جميلة هي تلك الصور التي ترسمها مؤسسة الصالح أثناء تقديمها للمساعدات الرمضانية لتظل رمزا للخير وبوابة مفتوحة لكل من ألم به النزوح هربا من جرائم وانتهاكات ميليشية الحوث الإرهابية رائدة في أعمالها حريصة على مساندة أبناء الشعب اليمني دون فرز أو تمييز خسارة جديدة للريال أمام التولار فيما شركات الصرافة ترفض تسليم الخوالات بالعملة الأجنبية وتتمسك بعمولتها التي تفوق أو تساوي المبلغ المراد تحويله بين المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة الحوثي خسارة جديدة للريال اليمني في عدن والمناطق المحررة فما انشهد سعر الصرف تحسنا ضفيفا عاد إلى الوراء من جديد في حين ترفض شركات ومنشآت الصرافة صرف الحوالات بالعملات الأجنبية وتجبر العملاء على السلام ما يعادلها بالعملة المحلية وجميعها تداعيات يتحمل تبعاتها المواطن سواء خارج اليمن أو داخله مصادر مصرفية كشفت أن الريال اليمنية يواصل فقدان قيمته أمام العملات الأجنبية بشكل لافت حيث قفزت قيمة شراء الدولار الأمريكي الواحد إلى ألف وعشرين ريال والريال السعودي إلى مئتين وسبعين ريال في حين بلغت قيمة البيع للمواطنين ألف وخمسة وأربعين ريال للدولار الواحد ومئتين وثمانية وسبعين للريال السعودي وهو فارق مبالغ فيه وبذلك تكون نسبة الزيادة في قيمة شراء الدولار تمانية وستين ريالاً والسعودي عشرين ريالاً خلال أربعة وعشرين ساعة في حين تعد ثالثة خسارة خلال أسبوع بعد أن كانت قيمة شراء الدولار الاثنين الماضية ثمانمائة وتسعة وستين ريالاً والريال السعودي مئتين وثلاثين ريالاً ويتعرض المواطنون لابتزاز واسع من جميع شركات الصرافة في ظل تضارب قيمة العملة مع رفضها تسليم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية سيما وجميع الحوالات أصبحت بالعملات الأجنبية مع فارق الصرف بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لصيدرة ميليشيا الحوثية علاوة على الحوالات الواردة من خارج البلاد ويشكو المواطنون من شركات ومنشآت الصرافة التي تحولت إلى جبهات نهب وابتزاز للمواطنين بدلاً من كونها شركات تقدم خدمات مدفوعة لهم بل إن تلك الشركات تتقاضى عمولات نقدية مقابل الحوالات بما يقارب 85% من قيمة الحوالة أي أن 100 ألف ريال يتم تحويلها بـ 85 ألف وتضع الشراضات مشحفة عند الإرسال ما بين عدن وصنعاء وعند السلام أي حوالة واردة تفرض عراقيل بعد التنسيق فيما بينها وضحيتها المواطن وأرجع اقتصاديون سبب في التلاعب الحاصل لدى الصرافين إلى غياب الدور الرقابي لقضاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بعدن الذي يكتفي ببيانات التهديد والوعيد دون اتخاذ إجراءات عقابية صارمة تساعد في استقرار الاقتصاد ولو نسبيا وحماية العملاء من جشع تلك الشركات ارتفاع أسعار الملابس في أبيان أسوة ببقية المحافظات المحررة يفقد اليمنيين فرحة استقبال العيد وسط انهيار متواصل لصرف العملة الوطنية استقبال بائس للعيد بدى على ملامح العديد من أهل أبيان وهم يتحسرون على ما آلت إليه أوضاعهم المعيشية مع الزياد حالة الفقر التي قد تعم معظم المواطنين بعد أن كانت محصورة على ثئة قليلة تتجدد معاناة المواطنين في شراء كسوة العيد للأطفال كل عام وتظل هذه المعاناة كابوسا ينقص فرحة الأطفال قبل الكبار الذي لا طاقة لهم بشراء الملابس بالأسعار المرتفعة فيما هم يجاهدون في توفير لقمة العيش الضرورية نلاحظ أن المواطنين يتلهفون لشراء ملابس لأولادهم ولكن الملابس غالية الثمن ولهذا نحن نطلب من الحكومة المجلس الرئاسي القديم أولا تثبيت العملة لقب أن تكون العملة الدولار والريال السعودي قيمة ثابتة من الأقل يتنى للناس شراء احتياجاتهم أم تلأت المحل التجارية بالملابس والمستلزمات لكن أسعارها بات أكثر ارتفاعا هذا العام في ظل ظروف معاشية صعبة يعيشها سكان محافظة أبيان متأثرين بالوضع العام التي تعيشها كل محافظات الوطن في محافظة أبيان ارتفاع قنوني لأسعار السلع وأسعار الملابس العام 2022 رغم تدهور العملات المحلية مقابل العملات الأقنبية الدولار والريال السعودي ولكن نحن الآن نطالب المجلس الرئاسي كونه الآن السلطة والهرام الأعلى بتخفيض الأسعار وصرف المرتبات قبل عيد الفطر المبارك وتشهد أسواق محافظة أبيان موجة من الغلاء حيث باتت الفرحة بقدوم عيد الفطر منقوسة بالنسبة لكثير من المواطنين ذو الدخل المحدود بعدما أفسدتها الظروف الاقتصادية وسط غياب الأجهزة الرقابية على التجار وهم يبررون ذلك بتراجع سعر تداول عملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار والريال السعودي السعار هي مكانها نار نار لا فيه لا زايد ولا فيه ناغة المواطن طبحان يشكوا من كل شيء إذا كان حد مع أربع أولاد منين بيقب لحق العيد البدر الوحدة توصل إلى 45 ألف ورغم إجماع الأهل في أبيان على ارتفاع سعار الملابس والتي وصل الكثير منها إلى 50% مقارنة بالعام الماضي لا زال كثيرون يترددون على الأسواق يوما تلو آخر لعلهم يجدون ملابس لا تزال تحتفظ بقيمتها السابقة وبرونقها الجديد في محاولة لإضافة فرحة العيد ورسم البسمة على وجوه أطفالهم رغم الظروف البائسة وفي الملف الاقتصادي مجلس القيادة الرئاسي يوجه الحكومة بتقليم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والريال اليمني يعاود التراجع ليتجاول سقف الألف ريال للطولار الواحد لعدة أسباب جولتنا الاقتصادية نستهلوا بشأن محلية حيث وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم يلحكم بتقليم كافة التسهيلات للقطاع الخاص الشريك في عملية التنمية وقال خلال لقائه نائب رئيس الاتحاد العام رئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن وعضاء الغرفة أن الدولة ستقدم ودعمها الكامل القضاعي الخاص بهدف تحقيق الاستقل الاقتصادي والأمن الغذائي مطالبا القضاع التجاري بمراعة الظروف المعيشة الصعبة التي عيشها المواطن وعدم استغلالها في إضافة عباء عليهم كشفت مصادر الاقتصادي عن عدد من الأسباب وراء عودة الريال اليمني إلى التراجع الأخيرة وقالت المصادر أن بين الأسباب بعد موجود تحرك ملموس ومثمر على الواقع على المجلس الرئاسي والحكومة والبنك المركزية وخلوقات الحوثين للهدنة الأممية وإيقاف البنك المركزي مزاد بيع العملات مع اقتراب عيد الفضر واستباقا لإجازته وتأخر الاعلان عن وصول الدعم السعودي الإماراتي لحساب البنك المركزية بالإضافة إلى التفجير التخريبي لأمبوب الغازي في شبوه وتسببه في خسيرة كبيرة على الاقتصاد الوطني هذا وقد عود سالس الف الدولاري فوق عاطفة الألف ريال والريال السعودية فوق سقف المائتين وخمسين ريال رغم استقراره خلال الأسابيع الأخيرة وأخيرا كشف تقيون اقتصادي جديد أن أسعال عربان مشتقاته قفزت في اليام بمختلف أنواعها بالنسب تترحم بين خمسين وثمانين في المائة وصدت تدمر كبير من قبل المواطن المستهلكين وزاد سعر الحليب السعيل خلال أقل من شهر من مائتين وخمسين إلى ثلاثمائة وخمسين ريال للعبوات التي يصل حجمها إلى نصف لتر بما وصل متوسط سعر أنواع الأخرى المجففة إلى نحو ثلاثة آلاف ريال للكيلو جرام الواحد في جميع الأسواق اليمنية وتنتج المزار العاملة في اليمن وقضاء الصناعي الحليب بعبوات بلستيكية شهدت سعر ارتفاع نسبي خلال فترة الماضية من مائتين وخمسين ريالا إلى مائتين ومائتين وخمسين ريالا لمعظم الأنواع بحسب حجمها إضافة إلى منتج الزبادي الذي يحظى بروج كبير وقبل بين المستهلكين في اليمن خصوصا في شهر رمضان وقد قفز سعره خلال سنوات الحرب الماضية بنسبة تزيد على مائتين في المائة إزاد سعره من مائة ريال إلى ما يقارب ثلاثمائة ريال مائدة إفطار رمضانية مفتوحة يزيد عمرها عن ثلاثين عاما أسسها الرجل البر والإحسان المرحوم أحمد سالم المصري في مدينة عتق بمحافظة الشبوى كمبادرة ذاتية على نفقته الخاصة تستهدف الغرباء وعابري السبيل والفقراء والقادمين من البوادي ممن لا يجدون قيمة الإفطار أو الذين لا يسألون الناس إلحافا كنموذج لمشروع ناجح في مضمار العمل الخيري والإنساني في كل يوم الرمضاني وحين يدن الخيط الأسود من الخيط الأبيض بغروب الشمس يتوافد عشرات الصائمين إلى هذا المكان ليتوجوا صيام يومهم بتناول وجبة الإفطار على مائدة رمضانية مفتوحة تقام على جانب أحد الشوارع الفرعية داخل مدينة عتق بمحافظة الشبوى هذه المائدة الخيرية يزيد عمرها عن ثلاثين عاما أسسها رجل البر والإحسان المرحوم بإذن الله أحمد سالم المصري كمبادرة ذاتية على نفقتها الخاصة في زمن مضى كانت عتق مدينة صغيرة تكاد المطاعم تكون فيها نادرة فضلا عن ظروف الناس المعيشية الصعبة أسس الوالد منذ ثلاثين سنة ليحولوا هذا العمل من مبادرة خيرية إلى مشروع صدقة جارية ينال ثوابها عند الله في شهر الرحمة والمغفرة الذي تتضاعف فيه الأجور والحسنات مائدة الإفطار الرمضانية المفتوحة ما زالت حتى اليوم تؤتي ثمارها وتحقق غايتها حيث يقصدها الكثير من الغرباء وعابر السبيل والفقراء والقادمين من البوادي ممن لا يقدون قيمة الإفطار أو الذين لا يسألون الناس إلحافة هذه المعيدة لها أكثر من ثلاثين سنة وأسسها المرحوم أحمد سالم المصري الله يرحمه وجزا والله خير ويريدها إلى الغرباء والمساكن والعابرين السبيل من نفقتها الخاصة ويتوارثها أولاده وأولاد أولاده من بعده وجزاهم الله خير وبارك الله فيهم مائدة رجل البر والإحسان أحمد المصري في رمضان نموذج لمشروع ناجح في مضمار العمل الخيري والإنساني بقدر ما يحكي قصة حية للتجارة الرابحة مع الله يتعلم منها التواقيل للحسنات والباغيل للخيرات والمتسابقين إلى رضا الله لنيل جنات أرضه السموات والأرض زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة يبقى أن نذكر بأبرز العنوين ميليشيا الحوثي تواصل خرقاتها للهدنة الأممية ورصد 1924 خرقا الأمم المتحدة تعلن حاجتها إلى أكثر من 140 مليون دولار لحل أزمة ناقلة صاطر أكثر من 1200 مشرد بعد جرف أمطال ورياح مخيمين من نازحين في أبو جنب ورويك بمأرب الآن شروط انتهت في أمان الله موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر